تدرس بريطانيا دعم أوكرانيا بالدبابات لتنضم إلى قائمة الدول الغربية التي تستجيب للنداءات الأوكرانية لإمداد جيشها بدبابات رئيسية وقوية وعفقا لتقرير غربي تدور مناقشات منذ أسابيع حول تسليم بريطانيا حوالي عشر دبابات من نوع شالنجر تو للجيش الأوكراني لكن التقرير أشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعدها تعد دبابة تشالنجر تو وحدة من أهم المعايدات العسكرية الموجودة في ترسانة الصناعات البريطانية الحديثة تزين هذه الدبابة أكثر من 62 طن فيما دخلت إلى الخدمة منذ عام 1994 ومنذ ذلك التاريخ أجرت بريطانيا عليها تعديلات كثيرة لتطويرها وتحسين مهامها الدفاعية والقتالية تمتلك الدبابة البريطانية تشالنجر تو مميزات قتالية أبرزها احتواؤها على مدفع بقياس 120 ملي متر وبندقية بقياس 7.62 ملي متر كما لديها القدرة على الوصول إلى سرعة قياسية لا تتجاوز 60 كم في الساعة في الطرق المنبسطة وسرعة لا تتجاوز 40 كم في الساعة في الطرق الوعرة وبحسب تقارير بريطانية تنشط هذه الدبابات في الوقت الراهن ضمن قوات النيتو المتمركزة في معظم دول شرق أوروبا لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة وإفق التقارير برز هذا النوع من الدبابات في حربي البوسنة والعراق وكان لها حضور لافت في الميادين القتالية تحتاج دبابة تشالنجر تو إلى التدريب عليها بشكل مكثف خاصة بعد التحديثات التقنية والقتالية التي أدخلت عليها خلال الآونات الأخيرة اشتركوا في القناة